وبعدين لجوعا للنقطة اللي انت كنت تتكلمي فيها من شوية نهوان دي حتة انه بصي هو في الفترة الأخيرة حصل حنسميه مجازا يعني تصالح ما بين كارلوس كيروش وكثير من جماهير وعشاق المنتخب المصري النقطة اللي عايزة رجع لها حتة ايه انه ابتدى كمان زارة قالت له ما تعرفيش بقى ايه اللي حصل بس ابتدى يعرف ازاي يخاطب الجماهير وازاي يتعامل مع الصحافة وازاي ينتقي كلمات تعبر عن رغبته طبعا في تحقيق الفوز والانتصار يعني الى اخره وكمان تتماشى مع طبيعة المصريين واضح انه ابتدى كمان في الفترة الأخيرة يعني يعرف المصريين دول عاملين ازاي وطبعا ده ما حصلش بالسهل يعني على كل احوال برضو نقطة مزبوطة طبعا كلام مقتدب اللي انت زكرتيه من شوية نهوان دي لكنه فعلا مليان معاني كتيرة وكلها معاني مهمة وبتدينا يعني نسمع من ناس كتير كان عندهم شيء من التحفزات على كارلوس كيروش ابتدينا نسمعهم هما بيقولوا ان كارلوس كيروش برضو مدرب كبير يعني وعارف ازاي يحفز اللعيبة بتاعته وعارف ازاي يعني برضو يخاطب الشعب المصري اللي تاني ارجع اقول لكم واضح كده ان هو اتعرف عليه اكتر في الفترة الأخيرة ويمكن تحديدا بعد بطولة أمم أفريقيا بعد الهجوم عليه رغم تحقيق نتائج كويسة تحول هذا الهجوم الى حالة من حالات العشق بمجرد ما المنتخب نزل أرضية الملعب ولعب كرة قدم ممتعة لعب الكرة اللي احنا مستنينها منه واللي تتماشى مع قدرات وإمكانيات كل لعيب من المنتخب على حدة وزي ما بنقول كده يعني حصل ايه تاني تفاهم ما بين الشعب المصري وما بين كارلوس كيروش الشعب وثق فيه وهو فهم ان المصريين شعب زواق والمصريين ممكن يغفرولك يعني ايا كان لو عملت اللي عليك فعلا وحتى ما حلفكش يعني التوفيق ولكن يعني زي ما حصل طبعا في نهاية افريقيا لكن يعني هي دي طبيعة المصريين بيحبوا ويقدروا الجهد المبزول حنقول تاني وتالت ورابع كلنا اكيد على قلب رجل واحد وربنا ان شاء الله مع اللعيبة كلهم ومع الجهاز الفني عشان في الاخر يا رب ان شاء الله نطلع مع نهاية هذه اللقاءات مش بس المباراة القادمة ونحسم يا كريم يوم الجمعة يعني انا معا جدا الرأي يقولك لازم تحسم من الذهاب ما تستلناش غاية لما تروح هناك على ارضهم ما تدمنيش نعم بقولك عشان ما تدمنيش طبعا الظروف كلها متاحة هنا حتى هم هيبقى الصالح لك ان انت بعد كده تدافع في اللي هو الاياب لكن انت بتتكلم دلوقتي انت الفرصة متاحة انت على ارضك واستناسك واستبغورة الاجواء كلها بتساعد فاعتقد ان احنا لازم نحسمها من يوم الجمعة اعتقد اكيد برضو كيراش فاهم النقطة دي بس خلينا نشوف ان شاء الله هيعدي يوم الجمعة ده على خير ونجي السبت او الحد ونكون سعداء يعني زي ما بتقال دايما